قال مسؤول في حماس لوكلة رويترز بأن تحرير إسرائيل لأربعة رهائن بعد تسعة أشهر هو دليل على الفشل وليس إنجازا بدوره قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحركة لن توافق على أي اتفاق تهدئة لا يحقق الأمن للشعب الفلسطيني كأولوية مقدمة على باقي الملفات وانتقد هنية ما وصفه بالعجز الدولي لوضع حد لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني مضيفا بأن إسرائيل واهمة إذا ما اعتقدت بأنها تستطيع فرض خياراتها على الحركة بالقوة من جهته قال وزير الدفاع يوأف جالانت الإسرائيلي بأن إسرائيل ستواصل القتال في غزة حتى يعود 120 رهينة كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي على مواصلة الجهود لإعادة الرهائن جميعا عموما معنا من رمالة الوزير الفلسطيني السابق أشرف العجرمي مساء الخير سيد أشرف العجرمي مع هذه الأنباء التي تتحدث عن نجاح إسرائيل في إطلاق أربعة رهائن إلى أي مدى تعتقد بأن نتنياهو سيستغل هذا الحادث لمصلحته ورأينا أول ربما البشائر عدول يعني غانس عن الاستقالة مساء الخير يعني لا شك أن نتنياهو سيستجل هذا كانتصار كبير للحكومة الإسرائيلية وله شخصيا على اعتبار أنه هو الذي يقود الحكومة الإسرائيلية وهو الذي يحدد الأهداف للجيش الإسرائيلي في الحرب في قطاع غزة وهذا أكبر إنجاز حققته إسرائيل منذ بداية الحرب حتى اللحظة الإفراج عن أربعة رهائن أحياء في قطاع غزة هذا يشكل بالنسبة لنتنياهو إنجازا كبيرا والأهم بالنسبة له هو أن ادعاءات نتنياهو أنه بالقوة يمكن تحرير الرهائن ويجب عدم الخضوع لشروط حركة حماس والضغوط الدولية بما في ذلك ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الذهاب إلى صفقة لا تلائم إسرائيل وخاصة فيما يتعلق ببند وقف الحرب بشكل نهائي لها ما يبررها بالتالي نتنياهو الآن يستطيع أن يقول للأطراف الإسرائيلية الداخلية وللولايات المتحدة الأمريكية بأن وجهة نظره على الأقل بهذا الجانب صحيحة وأنه مع الضغط العسكري يمكن تحقيق إنجازات على الأرض ويمكن تغيير شروط حماس وفرض يعني معادلة جديدة عليها فيما يتعلق بالإفراج عن الأسراء والمحجزين الإسرائيليين في قطاع غزة هذا بالإضافة إلى أنه كما قلت أنت يعني البقاء على حكومته بإطار وجود المعسكر الرسمي كشريك فيها أيضا لفترة قادمة وخاصة بعد أن قام بني جانس بإلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان سيعلن فيه انسحابه من هذه الحكومة بمعنى أن هناك مجموعة من الإنجازات والانتصارات الصغيرة حققها نتنياهو خلال هذه العملية وهذا لا يمكن إنكاره ولكن حسب المعلومات الواردة والتي ذكرها مراسلنا في القدس نضال كنعنى ثمانون فلسطينيا قتلوا مقابل إطلاق سراح هؤلاء الرهائن الأربعة كيف يمكن للجانب الفلسطيني إبراز هذه الخسارة التي تصورها إسرائيل بأنها خسارة جانبية؟ في الواقع تعود الإسرائيليون والعالم على ما يبدو على وجود قتلى وشهداء فلسطينيين طوال الوقت ولو نظرنا للعملية والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ ثمانية شهور نحن نتحدث عن أربعين ألف مواطن فلسطيني قتلوا وهناك عدد من المفقودين بمعنى أنه خلال ثمانية شهور كل شهر كنا نفقد حوالي خمسة آلاف مواطن فلسطيني يعني أكثر من مائة وخمسين مواطن فلسطيني يوميا بالتالي الحديث عن ثمانين أو مائة مواطن فلسطيني أصبح في إطار الأعداد التي يتحدثون عنها يوميا هناك يوميا حوالي مائة وبعض الأحيان أكثر من مائة شهيد فلسطيني وهذا بالنسبة لإسرائيل رقم معقول أو مقبول ومعتاد عليه وهي لا ترى بالثمانين مواطنا يعني شيء كبير يعني يمكن أن يقلب الموازين أو يمكن أن يؤثر في الرأي العام العالمي أو حتى الرأي العام الإسرائيلي وأنما هذه كما يقولون وكما قال مراسلكم يعني خسارة جانبية لعملية بهذا الحجم يعني قامت فيها إسرائيل منذ الأمس وهي تقوم بعمليات قصف وأحزم نارية حتى قبل دخول قواتها إلى منطقة النصيرات والشهداء الذين سقطوا سقطوا خلال 24 ساعة من عمليات القصف والقتل التي مرستها إسرائيل وبالتالي حتى العالم اليوم ينظر إلى عمليات سقوط الفلسطينيين كمسألة معتادة ولا تشكل جديدة اسمح لي سيد العجرمي أرجو أن تبقى معنا نضم أيضا في هذا النقاش الكاتب والباحث السياسي من القدس شلومو جانور مساء الخير سيد شلومو جانور حماس قالت بأن هذه العملية دليل فشل وليس إنجاز أن تتمكن إسرائيل من تحرير أربعة رهائن خلال تسعة أشهر هل يمكن فعلا هؤلاء الرهائن الأربع المحررون هل يمكن أن يقلبوا المعادلة السياسية ومعادلة الرأي العام الفلسطيني لما يقوم به نتنياهو الإسرائيلي عفوا أعتقد بالرغم من هذا الإنجاز الوضع السياسي لسرائيلي على ما هو عليه الفرحة طبعا هي فرحة شعبية ولكن علينا أن نسخل بأن هناك 120 مخطوفين آخرين لا يزلون بيد حماس منهم أرثر من أربعين ليسوا على قيد الحياة فلذلك الفرحة ليس كاملة بالرغم من الإنجاز الكبير الذي حققته الكوات الإسرائيلية ظهورها اليوم بالإفراج عن أربعة من المخطوفين ولكن هل هذا هو سيؤثر على الموقف الإسرائيلي بالنسبة لإدارة المفاوضات مع حماس؟ أعتقد لا بأن المواقف الإسرائيلية لا تزال قائمة الموقف الإسرائيلي ينتظر الرد حماس الرسمي والعلني حماس تتردد في هذا الرد أيضا ولذلك نحن في طريق مسدود بالرغم من مساعي الوسطى لتحريك الأمور ولكن لو سمحت لسيد شلومو هذه العملية ألن تزيد أيضا نتنياهو عجرفة تقول بأنها ستزيد حماس ترددا ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟ ونتنياهو الذي ربما سيشعر بالنشوة الآن بعد هذا التحرير ألا تعتقد بأن الموقف الإسرائيلي سيزدد تشددا؟ لا تعتقد ذلك لأن الموقف الإسرائيلي كان من اليوم الأول وحتى هذا اليوم بأنه إسرائيل ستسلك الطريق بوسيلتين للتحرير المغتوفين سواء بالطرق الدبلوماسية وهذا ما تم حتى الآن وأيضا بالطرق العسكرية غير تغليدية وهذا ما تم ذور اليوم ليس هناك أي جديد كان من الممكن أن يشعر نتنياهو بالإنجاز الكبير لو تم تحرير عدد كبير كبير جدا من المغتوفين ولكن للأسف الشديد العملية تستغرق وقتا طويلا لجمع المعلومات للتدريبات على الموديلات المختلفة للإنقاذ جمع الكوات المختلفة والتنصيق بينها وهو أيضا عامل الحظ الذي هو أيضا يساعد في كل عملية عسكرية خطيرة من هذا النوع لذلك لا أعتقد بأن نشوة الانتصار والإنجاز هي التي تسيطر وقد تسيطر في المستقبل شاهدنا عمليات من هذا النوع ربما هذه عملية متفوقة ومميزة ولكن الطريق لتحرير سائر المغتوفين لا تزال طويلة جدا سيد شلومو هناك نحو 80 فلسطينيين قتلوا في هذه العملية جراء إطلاق النار الذي حصل خلال هذه العملية المعقدة هل كان من الضروري قتل 80 من أجل تحرير أربعة رهائن؟ من التفاصيل الأولية التي علمت ونشرت يتضح بأن المغتوفين الأربعة تم الاحتجاز عليهم في منزلين منفردين وضعا تحت حراسة شديدة جدا المنزلين كانوا بعيدين الواحد عن الآخر في وسط مخيم نصيرات وأن طويلة من المسلحين فرض عليهم ليس فقط في الإطار الداخلي بل أيضا في الإطار الخارجي مما دعا إلى التمرينات وإلى اكتحامات وإلى عملية نارية تمهيدية لعملية الابتحام للكوات الكوماندو عملية التمهيد النارية جاءت بالمدفعية جاءت بواسطة السلاح الجو وأيضا بواسطة البحرية الإصالية لذلك كانت هذه العملية معقدة جدا جدا ومن هنا هذه هي الميزة الموحدة لهذا سبب العدد الكبير الذي يؤسف عليه للضحايا الذين نتج عن هذه العملية الإصرائيلية لذلك لا يمكن نقول بأن هذا كان مقصودا ومستهدفا ولكن الإجراءات الأمنية المشددة والحراسة الكبيرة يعني يمكن اعتبارهم ضررا جانبيا كما كان يقول لذلك نعنى كالعادة دائما إسرائيل تعتبر مقتل الفلسطينيين ضررا جانبيا ولا تتحمل مسؤولية ما يحدث صراحة ترجمة نانسي قنقر